استنكر الأردن بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مرمينة في مدينة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة وأسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة خمسة آخرين جلالة الملك عبدالله الثاني وفي برقية تعزية بعث بها إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أدان بشدة الهجوم الإرهابي الجبان مؤكدا تضامن الأردن الكامل مع الشقيقة مصر والوقوف إلى جانبها في مواجهة الإرهاب وعصاباته تفاصيل أوفه في التقرير التالي اقتناس الفرح ونشر الرعب والفوضى في قلوب المؤمنين والآمنين والأبرياء غاية الإرهاب فقد استهدف هجوم نفذه مسلحان على كنيسة مرمينة في ضاحية حلوان جنوب القاهرة صباح الجمعة وأودى بحياة عشرة أشخاص فاعتداء تزامن مع استعدادات الأقباط المصريين للاحتفال بعيد الميلاد ويأتي الهجوم بعد أقل من تسعة أشهر على مقتل خمسة وأربعين شخصا في اعتداءين استهدفا كنيستين في الإسكندرية وطنطا في شمال مصر خلال قداس عيد الشعانين في نيسان الفائت وشهرين على مقتل أكثر من ثلاثمائة شخص في مذبحة مروعة استهدفت مسجدا في شمال سيناء في نهاية تشرين الثاني وأوضحت وزارة الداخلية المصرية أن قوى الأمن ضبطت مع المهاجم سلاحا آليا وخزان رصاص وعبوة متفجرة قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة وأشارت إلى أنه قتل مواطنين اثنين بعد إطلاق النار في اتجاه محل تجاري كانا يتواجدان بداخله قبل اقترابه من الكنيسة ثم قتل سبعة أشخاص من بينهم شرطي وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن الإرهابية كان يستهدف اختراق النطاق الأمني من خلال إطلاق أعيرة نارية ثم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من الكنيسة بهدف إحداث أكبر قدر من الوفيات والمصابين إلا أن سرعة رد فعل القوات وتبادلها إطلاقاً نيران حالا دون ذلك ومع اقتراب انتهاء العام الحالي يعيش المصريون أحداثاً مؤلمة يأملون بأن لا تتكرر في العام الجديد وأن تنعم مصر هبة النيل بالسلام والاستقرار الهم الوطني والعربي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والاستقرار السياسي في المنطقة ومكافحة الإرهاب والتطرف ونشر السلم والأمن الدوليين والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس كل ذلك تصدر أولويات جلالة الملك عبد الله الثاني خلال العام 2017 التفاصيل في التقرير التالي نجتمع اليوم رغم اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للاحتلال قبل أسابيع إلا أننا نستطيع أن نسمي هذا العام قبل أفوله بعام القدس أردنياً فقد شهدت الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تحركات كثيفة غير مسبوقة لمواجهة اعتراف ترامب الباطل والجائر بحق القدس إن أغلب ما يشهده العالم العربي والعالم من حولنا من انتشار العنف والتطرف هو نتيجة لغياب حل عادل للقضية الفلسطينية جلالة الملك الذي يحمل القضية الفلسطينية العادلة إلى كل محافل الدنيا حيث يقف سداً منيعاً أمام أي محاولات أو قرارات من البيت الأبيض لتصفية القضية لصالح كيان الاحتلال حيث أخذت فلسطين وعاصمتها القدس حصة كبيرة من نشاطات وبرامج جلالته خلال العام 2017 تستمر إسرائيل في توصيع الاصططان وفي العمل على تقويد فرص تحقيق السلام ولا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية القضية المركزية في الشرق الأوسط من خلال حل الدولتين والأردن هو الأقرب لفلسطين فدماء شهدائنا ما زالت ندية على ثرى فلسطين وعلى الصعيد المحلي أولى جلالة الملك التنمية الاقتصادية كل اهتماماته مؤكداً حرصه بالوقت نفسه على عدم المساس بالطبقتين الوسطى والفقيرة حيث أكد جلالته في معظم جولاته وزياراته التفقدية الداخلية على ضرورة إيجاد بدائل غير جيب المواطن في برامج الحكومة الاقتصادية الإصلاحية إلى جانب تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم في مختلف الظروس وعلى صعيد مسيرة الإصلاح التي تنتهجها المملكة شهد العام 2017 خطوات هدفت لتعزيز الإصلاح وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في صنع القرار عبر إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية إضافة إلى إجراء الانتخابات البلدية واللا مركزية التي أنتجت تمثيلاً شعبياً يعد الأكبر في تاريخ الأردن عربياً وعالمياً تصدر الاستقرار السياسي في المنطقة ومكافحة الإرهاب والتطرف ونشر السلم والأمن الدوليين وإيجاد حلول شاملة لمختلف قضايا المنطقة كانت على سلم أولويات جلالة الملك الذي مثل الوسطية في الإسلام والاعتدال ورسالة التسامح والسلام وسط هتافات مطالبة بإغلاق سفرة الاحتلال وترضي السفير الأمريكي في عمان انطلقت مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة رفضاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة للاحتلال وكانت الحركة الإسلامية وقوة حزبية وفعاليات شعبية قد دعت لتظاهرات رفضاً للقرار الأمريكي بشأن القدس التفاصيل في التقرير التالي القدس وفلسطين ستبقيان قاضية الأردن الأولى مثلما سيبقى الأقصى وعموم المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس عاصمة فلسطين هي شعارة جمعة الغضب الرابعة في الأردن على قلبي رجل واحد أحزاب وتيارات وقوة شعبية والحركة الإسلامية في مسيرة وسط عمان بعد صلاة الجمعة احتجاجاً على قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال قضية فلسطين قضية عربية إسلامية ليست قضية فصيل فلسطيني هي للأمة بأسرها وكما أن اليهود داعون من كل أقطار الدنيا لإسناد موقف إسرائيل المحتلة فأن هذه القضية قضية إسلامية معني بها كل مسلم على وجه الأرض لذلك لا يمكن أن تتحرر أرض فلسطين بكل المسيرة العبثية التي دامت 25 عاماً من الجري وراء سراب المخاوضات لا أود من العودة إلى الخيار الصحيح خيار الجهاد والاستشهاد خيار المقاومات حتى لو قضعت عنا كل المشاعدات يجب على الأردن أن لا يقف إلا هذا الموقف ويرفض كل الضغوط والإملاءات لأن القدس والفلسطين هي أرضنا ولن نقبل بالمساومة عليها بالدرهم والدينار وفي محيط السفارة الأمريكية أيضاً وصلت الفعاليات الشعبية تنديدها بقرار الرئيس الأمريكي وذلك بوقفة شارك بها العشرات رددوا هتفات مؤيدة لفلسطين والمقاومة دفاعاً عن القدس الإصرار على هذه الفعاليات في عمان وسائر محافظات الأردن هو تأكيد على أن قضية القدس ليست قضية فلسطينية فحسب ولكنها قضية أردنية عربية إسلامية بامتياز ومن يقف ضد القدس وضد فلسطين هو يقف ضد 400 مليون عربي ومليار 700 مليون مسلم وأنا أعتقد أن الذين يستهينون بهذه المسيرات هذه المسيرات حقيقة تعجج الغضب في الصدور إلى أن يأتي يوم قادم إن شاء الله قرار قتل عملية السلام مع العدو الصهيوني إلا إنه أعاد القضية الفلسطينية إلى بعدها العربي والإسلامي لتكون على رأس الأولويات تأكيد لهذه الثورة العارمة التي قامت في الكرة الأرضية كلها لنقول بأن قضية فلسطين التي أراد ترامب أن يعطيها أذية لليهود هذا الوعد باطل وفلسطين كلها لأهلها ولأمتها أمة العرب والإسلام والآن جاء وقت الجهاد والقتال الأمة اليوم تتحفز للمشاركة في تحرير فلسطين بإذن الله أمريكا رأس الحي قرار صهي أمريكي يلغي كل الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني وتدعيته تتطلب ضرورة استمرار الحراك الشعبي والرسمي لمواجهة قرار أهوج استفز مشاعر العربي والمسلمين للجمعة الرابعة على التوالي هذا هو حال الأردنيين منذ أن نطقت رامب كفرا والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واليوم تتجدد الهتافات والمطالب بالمقاطعة البضائع الأمريكية بإضافة إلى أن القدس ستبقى عاصمة عربية رغم أن في الغاصبة للمسيرة الحسيني وسط البلد وسعم العدوان رؤيا وفي السياق ذاته شهدت محافظات المملكة للجمعة الرابعة على التوالي مسيرات ووقفات رفضة للقرار الأمريكي وهتف المشاركون لعروبة القدس وحرية فلسطين مطالبين بإغلاق سفارة واشنطن في عمان وطرد سفير الأمريكي منها التقرير التالي والتفاصيل نموت نموت وتحيا فلسطين بتلك الهتافات رددت مسيرات حاشدة في مختلف محافظات المملكة تنديدا ورضا بالاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال فقد نظمت أحزاب وفعاليات شعبية وشبابية في محافظة الطفيلة وقفة احتجاجية أمام مسجد الطفيلة الكبير تحت شعار القدس وذلك ضمن سلسلة الاحتجاجات الشعبية على قرار الرئيس الأمريكي ترامب أبناء الكرك سيستمروا في وقفاتهم الشعبية والوقفات حتى مع الأحزاب وحتى مع جميع الدعوات التي تم في محافظات المملكة سنكون معها لنعلن جميعا أننا للقدس في هداء أننا للقدس في هداء بإذن الله وفي محافظة الكرك نفذ العشرات وقفة تضامنية مع القدس أمام المسجد العمري وسط المدينة رفضا واستنكارا للقرار الأمريكي هي وقفة غضب استمرار لغضب هذه الأمة على ما صدر من الأقصى من قرار ترامب وغيره ونحن في هذا اليوم مؤكدنا في هذه الوقفة على أن فلسطين هي فلسطين عربية من النهر إلى البحر ولن نتنازل عن ذرة منترابها وفي محافظة العقبة طالب المتظاهرون بضرورة إلغاء كافة معاهدات السلام مع الكيان المحتل وطرد السفيرين الأمريكي والإسرائيلي كما عبروا عن غضبهم واستنكارهم لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعبر عن انحيازه الكامل للاحتلال كما شهدت محافظة الزرقاء مسيرة جماهرية من أمام مسجد عمر بن الخطاب وسط المدينة تنديدا بالقرار الأمريكي نقل سفارة واشنطن إلى القدس والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني ونقول أن القدس الشرقية وغربية هي لفلسطين ولا يتملك أي جهة ولا مؤتمر إسلام ولا غير أن يقول أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطينية نقول أن القدس لا تقبل قسمها على اثنين شرقية وغربية هي محتلة أبناء عشرة الاعتوم في محافظة جرش في منطقة سوف تنادوا واجتمعوا نصرة للقدس وتأييدا لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم تنادت عشائر الاعتوم لتأييد مواقف سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني من القضية الفلسطينية ومن قضية القدس بالذات تأييدا لما يقوم به من جهود دولية وعلى المستوى الوطني والمحلي وما تقوم به كافة الفعالية الشعبية والحكمية الرسمية والشعبية أيضا في هذه القضية التي تعتبر هي قضية الأمة العربية والإسلامية وتشهد البلاد للجمعة الرابعة على التوالي خروج مظاهرات ومسيرات شعبية وحزبية تطالب بإلغاء كافة معاهدات السلام مع الكيان المحتل وترد السفيرين الأمريكي والإسرائيلي قرر مجلس الوزراء شمول المواطنين فوق ستين عاما بمظلة تأمين الصحي ويسري مفعول القرار مطلع العام المقبل وجاء في حيثيات القرار أن ذلك يأتي في إطار سعي الحكومة للوصول إلى التأمين الصحي الشامل واستكمالا لما كانت قد بدأته في أوقات سابقة بشمول منهم فوق الثمانين ومن ثم منهم فوق السبعين وبالتأمين الصحي وتقدر تكلفة شمول منهم فوق سن الستين بتأمين الصحي بحوالي 25 مليون دينار سرق لصوص حقيبة كان صاحبها يحملها وهو يمشي بأحد شواري عمان وتحتوي على 900 جرام من الذهب ولاذ بالفرار وبحسب مصدر أمني فقد تعرض صاحب الحقيبة بعد خروجه من مشغل لتصنيع المشغولات الذهبية لنشل حقيبته من قبل لصوص مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادثة يشار إلى أن موظفان يعمل في أحدى محال الذهب كان قد تعرض الشهر الماضي لعملية نشل مشابهة في منطقة الأشرفية بعد أن اختطف منه أحد اللصوص حقيبة تحتوي على أكثر من كيلو جرام من الذهب ولاذ أيضا بالفرار عممت دائرة الجمارك العامة شروط تمديد إعفاء السيارات الهجينة الهايبرد من النسبة المخفضة للجمارك وذلك بعد قرار مجلس الوزراء تمديد إعفاء السيارات الهجينة حتى نهاية الشهر الأول من العام القادم وجاء في التعميم الصادر عن الدائرة ضرورة التحقق من البيانات بعد الأول من الشهر القادم بأن محتويات السيارة قد تم دخولها أراضي المملكة وأن يتم تنظيم البيان الجمركي قبل الأول من شباط العام القادم إلى ذلك توقع خبير في قطاع السيارات عزوف الناس عن شراء السيارات الهجينة لارتفاع أسعارها بعد انتهاء فترة الإعفاء الذي مددته الحكومة حتى نهاية الشهر القادم مددت محكمة عسكرية تابعة للاحتلال اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها حتى يوم الاثنين المقبل لتقديم لائحة اتهام ضدهما كما قررت المحكمة أن الإفراج عن ابنة عمها نور ناج التميمي يوم الأحد بغرامة بلغت ألاف الدولارات إذا لم يبرز أي دليل جديد وفق متحدثة عسكرية وجاء اعتقال عهد ووالدتها بعد أن قامتا بضرب وطرد جنود الاحتلال من منزلهما في قرية النبي صالح خلال الاحتجاجات الفلسطينية رفضا لقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال وفي الضفة الغربية أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة اندلعت عند غالبية نقاط التماس مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية في الجمعة الرابعة لانتفاضة العاصمة التي انطلقت في وجه إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للاحتلال التفاصيل في التقرير التالي آخر أيام الجمعة في العام 2017 حملت معها آخر غضب فلسطيني لهذا العام وسط مطالبات باستمرار الهبة الشعبية لأجل القدس وضد قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بها عاصمة للاحتلال تحت عنوان هبة العاصمة احنا بدنا نوصل الرسالة لهذا المحتل الغاصب وإلى راعي عملية السلام ما يسمى المجنون ترامب بعد قراره باعتماد الكدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل احنا اليوم بحاجة لثلاث نقاط رئيسية أول شيء التفعيل المقاومة الشعبية السلمية ضروري أن لا تخمد هذه الهبة الشعبية والنقطة الثانية الوحدة الوطنية تفعيلها والنقطة الثالثة لا نريد أن نتوه أيضاً كمان عشرين عام نبحث عن راعي سلام المواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين وجنود دال احتلال اندلعت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة عقب قمع الجنود المحتلين للوقفات السلمية التي نظمها الفلسطينيون على مناطق التماس عند الحواجز ومداخل المستوطنات بعد أدائهم لصلاة الجمعة في مراكز المدن الشعب الفلسطيني حي وهي الكدس العاصمة لدولة فلسطين وستبقى الكدس عاصمة دولة فلسطين ولذلك رسالتنا إلى الشعوب العربية أن تخرج في مسيرات على الصفارات الأمريكية لإيصال رسالة بأن الشعب الفلسطيني هو شعب حي وأن هذه الكدس لنا كعرب هناك هدف واحد وهي الكدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين التاريخية بالتأكيد نحن كشعب فلسطيني في جمعة الغضب سنستمر في المواجهة وسنستمر في الصمود أنت تشاهد الأشبال والشباب بكل أجيال الشعب الفلسطيني تشارك في المواجهة وهي بالتأكيد هي رسالة لنتانياه ورسالة لترامب رسالة لكل من يفكر أن الشعب الفلسطيني سيرفع الرأي البيضاء على العكس كل جمعة تزيد حديثها عن الجمعة التي سبقتها هبة العاصمة تدخل أسبوعها الرابع وسط تأكيد فلسطيني رافض للمسي بعاصمتهم جمعة غضب يختتمون بها العام الحالي مشددين على أن العام القادم هو عام العاصمة الفلسطينية الأبدية جمعة غضب فلسطينية هي الرابعة تحمل اليوم رسالة تؤكد على استمرارية الهبة الشعبية لأجل القدس عاصمة أبدية لفلسطين من شارع القدس جنوب مدينة نابلس المحتلة حافظ أبو صبرا في القدس عاصمة فلسطين المحتلة وبينما يتواصل الصمود والرفض للقرار الأمريكي الجائر توفد الفلسطينيون لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من العام 2017 كاميرا الرؤية وجدت في القدس ورصدت أمنيات المقدسيين بالعام الجديد رغم قصوة عام 2017 على مدينة القدس تودع العاصمة هذا العام بابتسامة أمل انتصار سجله المقدسيون ووثقه التاريخ وقفتهم المشرفة في هبة باب الأصباط في الرابع عشر من تموز وتحويلهم شوارع المدينة إلى سجادة صلاة رفضا للبوابات الألكترونية التي أراد الاحتلال نصبها على أبواب المسجد الأقصى فعاد الاحتلال إلى أدراجه مهزوماً ودخل المقدسيون الأقصى فاتحين مكبرين الآن في هذه البوابة التي هي بوابة دمشق المشهورة ببوابة شهداء الاحتلال لا يريد أن يكون هناك انتصار مقدسي آخر ولذلك هو يحاول أمنع بأي شكل من الأشكال أن تكون هذه البوابة لها رمزية أخرى كهبة باب الأصباط نحن نعول على أن الحراكات الشعبية والجماهيرية ليست في مدينة القدس وفلسطين بل في العالم العربي والإسلامي وعالمياً أن تتحول تدريجياً إلى عامل ضغط على الأنظمة العربية من أجل استعادة الوحدة العربية واستعادة القضية الفلسطينية والقدس بمعنى أن تعود البوصلة إلى مدينة القدس وفي صلاة الجمعة الأخيرة لهذا العام لا يزال المقدسيون يمارسون صمودهم في وجه انتهاكات الاحتلال بحقهم وبحق مدينتهم متحدين بوجودهم وبقائهم على أرض القدس قرار ترامب الذي اعتبر فيه المدينة عاصمة لدولة الاحتلال نحن على أبواب أيام قليلة بتبصرنا مناسبتين سعيدتين أولاً رأس السنة الميلادية الجديدة وانطلاقة الثورة الفلسطينية أمالي وأمنياتي كباقي أبناء الشعب الفلسطيني عامة والمقدسي خاصة هو إزالة هذا الاحتلال البغيض اللي جاسم على صدورنا رغم أنفنا نحن منطالب حريتنا اللي فعلاً هي حقوقنا أنا أمالي ربي عمي السلام على الأرض نتوحد من ناحية الوحدة الوطنية ومن وحدة الوحدة الدينية صاحب الحق نقوية وما اتخذ بالقوة بالقوة بالتاخذ عهد رمالة وثائر غزة وذات شرارة سخنين يوم الأرض الضفة وغزة والداخل المحتل يجددون بيعتهم لبوصلاتهم العاصمة تماماً كما المقدسي بانتصارات صموده ثبت خمسين عاماً من احتلال قدسه يؤكدون جميعاً أن القدسة عربية وأنها عاصمة فلسطين الأبدية من القدس المحتلة زين صندوق رؤيا وفي قطاع غزة أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين برصاص الحي وآخرين بالاختناق في المواجهات التي اندلعت على نقاط التماس مع قوات الاحتلال على طول الحدود الشرقية للقطاع واندلعت المواجهات في مختلف نقاط التماس عقب خروج مسيرات شارك بها الآلاف في القطاع غضباً ونصرة للقدس ورفضاً لقرار ترامب هذا وتشهد أجواء القطاع تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال بعد القصف الذي استهدف عدة نقاط رصد للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة ودير البلح وسط القطاع دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات وفي جولتنا حول العالم مزيد من الأخبار وفيها انتهاء عملية إجلاء مرضى من الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق ومحيط من النفايات يغزو شواطئ كوتا نتابع انتهت عملية إجلاء عدد من المرضى من منطقة الغوطة الشرقية التي تحاصرها قوات النظام قرب دمشق مع خروج 13 حالة طبية حرجة ليلاً وفق ما أكد مسؤول محلي وبدأت العملية الثلاثاء بعد اتفاق بين القوات الحكومية والفصائل المعارضة تم بموجبه إجلاء 29 مريضاً مقابل إفراج الفصائل عن عدد مماثل من العمال والأسرى كانوا محتجزين لديها رفضت الصين الاتهامات الأمريكية لها بتزويد كوريا الشمالية بالنفط سراً بعد تصريحات بهذا الشأن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومداهمة كوريا الجنوبية لسفينة يشتبه في نقلها الوقود إلى مركب تابع لبيونج يانج أوقفت السلطات التركية 75 شخصاً يشتبه في اتصالهم بعصابة داعش الإرهابية في عمليات أجرتها في أنقرة واستنبول قبل عيد رأس السنة على ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية وتم توقيف 46 شخصاً في اسطنبول بينهم 43 يحملون جنسيات أجنبية وتسعة وعشرون شخصاً في أنقرة أغلبهم أجانب على ما أضافت الوكالة التي لم تحدد أي جنسيات ساهمت الرياح الشديدة التي ضربت مدينة نيويورك الأمريكية في إذكاء النيران التي اشتعلت في مبنى سكني وأودت بحياة 12 شخصاً بينهم رضيع في حصيلة هي الأقسى منذ 25 عاماً وإلى جانب القتلى أصيب أربعة أشخاص بجروح خطرة بينما وصفت جراح أحد عشر آخرين بأنها طفيفة ومتوسطة وفق ما أفاد به مسؤول في الإنقاذ ورئيس بلدية نيويورك لقي أربعة عشر شخصاً على الأقل مصرعهم في حريق هائل اندلع في مطعم شعبي في بومباي في حادثة تكشف مرة جديدة عن الثغرات في مجال السلامة في الهند استقطبت شواطئ كوتابيتش الخلابة في بالي بأشجار النخيل المنتشرة فيها طويلاً السياحة الذين كانوا يرون فيها صورة عن الجنة غير أن الرمل الأبيض بات مليئاً بالمخلفات التي ينقلها المحيط الهندي ما استدعى إطلاق حالة طوارئ لمكافحة النفايات التي غمرت المكان لم يمر يوم من العام الذي يغادرنا بعد يومين إلا وكانت القدس حاضرة في أدق تفاصيله وتكفي مراجعة يوميات هذا العام لاكتشاف مقدار ما كان للقدس ومقدساتها وأهلها وحواريها وأبوابها الحصة الأكبر من أحداثها لذا فإنه يمكن أطلاق عام القدس على عام 2017 شهدت مدينة القدس خلال العام المنصرم أحداثاً جساماً أنهى الرئيس الأمريكي ترامب بتوقيعه قراراً يقضي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس ما أشعل فتيل مرجل ظل يغلي فوق صفيح ساخن وأطلق آلاف الاحتجاجات والمواقف الرافضة في أرجاء المعمورة الأربع جاء ذلك بعد أشهر قليلة من انتصار مبين حققه المرابطون في المسجد الأقصى حينما واجهوا قرار الاحتلال في شهر تموز الماضي بنصب كاميرات مقابل باب الأصباط وهو أحد أبواب المسجد الأقصى وتركيب بوابات إلكترونية في مداخل الأقصى كافة ما اعتبره المقدسيون والفلسطينيون والعرب والمسلمون كافة تحدياً صارخاً لمشاعرهم الدينية ما دفع الاحتلال إلى إذالة الكاميرات والبوابات بعد مواصلة الاحتجاجات واعتصام المرابطين داخل المدينة المقدسة أكثر من 25 ألف مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة جنود الاحتلال خلال أشهر عام القدس وعشرات آلاف السياح وهو عدد لم يشهده أي من الأعوام السابقة سياسة الاعتقال والإبعاد والإعدامات استمرت في المدينة المقدسة فقد اعتقلت سلطات الاحتلال مئات المقدسيين وأعدمت بدم بارد عشرات الأطفال ومن الكبار بمن فيهم المواطن الأردني محمد السكجي ناهيك عن هدم مئات المنازل بما فيها المنازل التي هدمها أصحابها لعدم قدرتهم على دفع الغرامات عليها وفي سياق سياسة التهويد فقد استمرت بشكل متسارع سياسة بناء المستوطنات ففوق بيانات شبه رسمية فقد تجاوز عدد الوحدات الاستيطانية التي بنتها سلطات الاحتلال خلال عام القدس ثلاثة أضعاف ما بنته خلال عام 2016 عام 2017 هو عام القدس فقد احتلت المدينة المقدسة محور الاهتمام العالمي وشهدت مئات الأحداث المختلفة صحيح أن أبرزها قرار ترامب غير أن من يتابع يوميات القدس خلال العام يكتشف أنها سلسلة من الأحداث المترابطة وكأن يداً واحدة ترسم خيوطها المتشابكة لمناقشة تفاصيل الأحداث التي جرت في القدس خلال هذا العام نصططي في اليوم في ملف الأسبوع الباحث في الشؤون الإسرائيلية والصراع العربي السهيوني الأستاذ نواف الزرو أهلاً وسهلاً بك أستاذ أهلاً بكم أستاذ نواف تابعنا التقرير سوية كيف ترى سير الأحداث خلال العام الماضي وفي نهاية عام 2017 حتى نطلق على هذا العام عام القدس جاء في التقرير مجموعة من المشاهد الصدامية ما بين أهل القدس والآلة الحربية الإسرائيلية الغاشمة نعم وهذه المشاهد هي يومية في الحقيقة على امتداد مساحة المدينة المقدسة وفلسطين أيضاً وليس فقط في المدينة المقدسة هذه الصدمات اليومية تعكس حقيقة الصراع الذي يجري في القدس وفلسطين بشكل عام نعم فحينما نتابع المخططات والإجراءات الإسرائيلية الاحتلالية في مدينة القدس يجب أن تكون الصورة واضحة بالنسبة لنا للرأي العام الفلسطيني والعربي بأن ما يجري في المدينة المقدسة إنما هو صراع وجود وسراع جذري واستراتيجي ما بين أهل القدس والشعب العربي الفلسطيني من جهة وما بين مشروع الاحتلال التهويدي من جهة أخرى فليس عبثاً أن نقول أن القدس هي عنوان عام 2017 كما كانت في 2009 هي عاصمة الثقافة العربية نعم واقترحنا في ذلك الوقت أن تكون القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية وذلك لعدة اعتبارات طبعاً تتعلق بالأبعاد السياسية والأيديولوجية الدينية بالمعنى الديني يجب أن تكون القدس دائماً هي العنوان وهي المحور لأنها عاصمة السماء في بعدها الدين من جهة وهي عاصمة الأرض والجذور هذه القدس لنا تاريخياً عربية الجذور والتاريخ والحضارة والتراث وفلسطين كذلك عربية الجذور والتاريخ والحضارة والتراث لذلك يجب أن تتوجه البوصلة العربية والإسلامية والأممية إن أمكن باتجاه القدس وفلسطين لأن هذه البلاد بالأصل لنا والقدس هي لنا ويجري حالياً أو تجري حالياً عملية اختطاف استراتيجي بنصوص توراتية مزيفة للمدينة المقدسة ولفلسطين فحينما يأتي الرئيس الأمريكي ترامب وبجرة قلم يعني وبصورة بلطجية يوقع ويمنح المدينة المقدسة التي هي لنا عربية إسلامية يمنحها هدية كعاصمة لإسرائيل الأبدية هذا الذي أثار الشارع الفلسطيني والعربي والدولي وأعتقد أن هذا الوعد الاعتراف ترامبي بالمدينة المقدسة عاصمة للدولة الصهيونية يشكل نقطة تحول استراتيجية في فلسطين والمنطقة ونحن كشعب عربي فلسطيني وكأمة عربية بحاجة ماسة جداً إلى أن تعود البوصلة الحقيقية التي تم حركها باتجاه جهات أخرى يجب أن تعود إلى فلسطين والقدس هذه القضية التي تجمع الأمة العربية والإسلامية وأعتقد أن فلسطين بحاجة لنا كأمة عربية وإسلامية وهذا الذي يجري في فلسطين واليوم هي جمعة الغضب الرابعة هذا الذي يجري في فلسطين يجب أن تدعمه كل الإمكانات والجهود السياسية والدبلوماسية والثقافية وأيضاً المالية العربية وهذا ما لم يتوفر حتى الآن بالمعنى الحقيقي إذا سمحت لي أستاذ نواف يعني بالتحدث أو بالعودة إلى ما تفضلت به وعندما تحدثت عن الاختطاف الاستراتيجي بالتحديد وأيضاً بالنظر إلى تتابع الأحداث وما تتناوله حالياً الصحافة الإسرائيلية هل نحن مقبلون على تصعيد جديد ومن نوع آخر لأنه أيضاً خاصة في ظل أن حزب الليكود الآن سيصوت بعد غض على ضم الضفة الغربية للكيان الصهيوني وفي الحقيقة بالتأكيد نحن مقبلون على المزيد يعني هذه خطوة جديدة يعني تأتي بعد هذا الزخم بعد إعلان ترامب ووعده وليس فقط اجتماع حزب الليكود بعد غدين يوم الأحد الذي ربما يقر ضم الضفة الغربية بالكامل إلى السيادة الإسرائيلية وإن تم إقراره وأنا أتوقع أن يقر في مركز حزب الليكود ولكن هذا الإقرار لا يلزم الحكومة الإسرائيلية للعلم لو تبنى الليكود ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية لا يلزم الحكومة الإسرائيلية يجب أن نفصل ما بين القرارات الحزبية والقرارات الحزبية نعم إذن هي ليست ملزمة لرئيس الوزراء ليعمل على طرح مشروع ولا للحكومة الإسرائيلية ولكن عمليا على الأرض يجب أن ننظر للأمور أيضا عمليا عمليا على الأرض تقوم سلطات الاحتلال باختطاف فلسطين كاملة تقوم بتهويد كامل الأراضي الفلسطينية والمدينة المقدسة في مقدمتها ولذلك على أساس يعني الاستراتيجية السهيونية معروفة إقامة حقائق الأمر الواقع على الأرض وبعد ذلك ليفعل الفلسطينيون والعرب ما يشاءون لن نقتلع هذه الحقائق عن الأرض بمعنى المستعمرات السهيونية الآن نعم أتوقع المزيد من التصعيد في فلسطين في القدس على امتداد الخريطة الفلسطينية المحتلة لأن الأمر أصبح حتميا لا يوجد فيه منطقة رمادية في الوساط بعد هذا الاعتراف أو الوعد ترامبي بالقدس عاصمة للكيان المنطقة الرمادية سقطت وسقطت معها كل الأوهام المتعلقة أولا بنزاهة وحيادية الوساطة الأمريكية وأيضا كل الأوهام المتعلقة لعملية السلام والمفاوضات لم يعد هناك أي فلسطيني أو عربي على قناعة بإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية مع هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي يريد أن يبتلع فلسطين ويتمدد إلى خارج فلسطين والمشروع الصهيوني بالأصل لم يؤت به إلى فلسطين ليكتفي بالحدود الفلسطينية أوتي بهذا المشروع جيء به ليشكل خنجرا في قلب الأمة العربية ليفصل بين ضلعي الأمة العربية في إفريقيا وآسيا حتى لا تتوحد هذه الأمة بوجود هذا الكيان الصهيوني وأعتقد أن هذا المشروع وإن كانت بعض التنبؤات وبعض الأنبياء يتوقعون نهاية هذا الكيان الصهيوني خلال عشرين ربما إلى ثلاثين أو أربعين سنة ولكن هذا المشروع طالما هو قائم على الأرض العربية الفلسطينية يجب أن تتحرك الشعوب والأمة العربية في مواجهة هذا المشروع كان لك أستاذ نواف يعني مقابل هذا التصعيد الصهيوني ما هو التصعيد أو رد الفعل المطلوب على أرض الواقع من الشارع العربي لأننا حتى اللحظة يعني هذه الجمعة التي تحدثت عنها هي جمعة الغضب الرابع على التوالي ولكن حتى الآن لا نلمس تحركا عربيا على قدر الموضوع يعني هذا صحيح تماما وهذا شيء مؤسف جدا أن تتحرك الجماهير في أنحاء العالم وبمئات الآلاف وربما في بعض المواقع بالملايين إلى جانب دعم الشعب الفلسطيني والمدينة المقدسة وأن لا تتحرك الشعوب العربية بالزخم المطلوب كل الاحترام والتقدير للحراكات الشعبية الأردنية والعربية الخجولة وهي خجولة ولم ترتقي حتى الآن إلى مستوى التحدي والقضية لترتقي إلى حد الموقف حتى لم ترتقي إلى مستوى التحدي والقضية المقدسية أو الفلسطينية ولذلك نأمل أن تشكل هذه المشكلة في مدينة القدس وفلسطين نقطة تحولا أيضا في الوعي الجمعي العربي وفي الحالة العربية باتجاه استعادة كل الأوراق العربية العروبية المتعلقة بالقضية الفلسطينية هذه القدسية ليست عاصمة فلسطين فقط يجب أن تكون تاريخيا وهي عاصمة الأمة العربية والإسلامية باعتبارها مدينة استثنائية في أبعادها الدينية والإديولوجية والتاريخية والحضارية إلى آخره هذه تهم كل الأمة العربية والإسلامية ولكن التعامل العربي والإسلامي مع المدينة المقدسة وما يجري فيها لم يرتقي حتى الآن إلى المستوى المطلوب مع الأسف الشديد نعم أشكرك كل الشكر البحث في الشؤون الإسرائيلية والصراع العربية الأستاذ نواف الزر كنت معنا في ملف الأسبوع شكرا جزيلا لك على مشاهدتك شكرا لك وسط أجواء وصفت بالقياسية تشهد كندا ومناطق شمال الولايات المتحدة الأمريكية موجة ساقيع لا سابقة لها مع تقديرات بأن يستمر تأثيرها حتى بداية شهر كانون الثاني المقبل التفاصيل في هذا التقرير ثلوج متراكمة ودرجات حرارة متدنية جدا ورياح عاتية كل هذا قد لا يكون جديدا على بلاد مثل كندا ومناطق شمال الولايات المتحدة إلا أن الخبراء توقفوا عند جوانب قياسية أخرى هذه المرة خبراء الأرصاد الجوية أشاروا إلى إنما يلفت الانتباه في هذه الموجة ليس درجات الحرارة التي قد تصل إلى الخمسين تحت الصفر وإنما اتساع مساحة تأثير موجة السقيع وكذلك المدة الزمنية الطويلة مقارنة بموجات السقيع التي ضربت البلاد في السنوات السابقة التحذيرات من البرد الشديد الناجم عن هبوب الرياح القطبية توالت في البلاد منذ بدء تأثير موجة السقيع مشيرا إلى إن هذا الموسم سجل خفاضا عن درجات الحرارة الاعتيادية بلغ ما بين عشر درجات وعشرين درجة مئوية الرياح العتية التي وصلت سرعتها إلى مائة وعشرين كيلو مترا في الساعة والمصحوبة بدرجات الحرارة المتدنية أدت بدورها إلى حرمان مائة وستين ألف منزل من الكهرباء في عدد من مناطق كندا فيما أفادت مؤسسة نجد السيارات المعطلة أنها تلقت في ليلة واحدة ثمانية آلاف وستمائة طلب مساعدة لتصليح السيارات المعطلة جراء البرد القارس في مقاطعة كيبك الكندية والآن إلى هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق موسيقى 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 شكرا شكرا